اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حمد بن عيسى في بلديه الثاني مصر في زيارة كريمة تأتي في إطار العلاقات الأخوية والمتميزة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين السادات والسادة نجتمع اليوم في وقت بالغ الدقة وشديد الخطورة تتيجة الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة واستمرار السقوط المروعة لألاف المدنيين الأبرياء لا حول لهم ولا قوة ولا ذنب لهم إلا أنهم يتواجدون في أراضيهم وتشبسون ببيوتهم وأوطانهم ويطمحون إلى العيش بعزة وكرامة وإنسانية هي لحظة فارقة دون شك ستوقف عندها التاريخ لما تشهده من استمرار الاستخدام المفرد للقوة العسكرية في ترويع المدنيين وتجويعهم وعقابهم جماعيا لإجبارهم على النزوح والتهجير القصري في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولي وغياب أي قدرة أو إرادة دولية على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية لقد نقشت مع شقيق جلالة الملك جهودنا جهود بلدينا والجهد العربي المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير قابل للاستمرار وأرض حد له والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف كل محاولات التهجير القصري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشقيق والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية ولأتراف الدول بها وحصولها على الرغلية الكاملة في الأمم المتحدة السيدات والسادة لقد حذرت مصر كثيراً ليس فقط من تبعات تلك الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على الأشقاء في فلسطين المحتلة وإنما كذلك مما ستجره لا محالة من اتساع للصراع وامتداد حتمي لدعوات التصعيد والانتقام وإدخال المنطقة في دائرة من العنف والعنف المضاد فتتسع دائرته لتلتهم دون رحمة أي أمل لشعوب المنطقة في سلام وحياة مستقرة آمنة وقد شهدت المنطقة على مدار الأشهر القليلة الأخيرة تبعات بالغة لاستمرار هذه الحرب حيث تمتد نيرانها إلى مختلف أنحاء المنطقة فأصبحنا أمام ما نشهده اليوم من وضع إقليمي بارغ التوتر والخطورة يضع أمن واستقرار ومستقبل شعوبنا موضع تهديد حقيقي وجاد لقد نقشت مع شقيق جلالة الملك البحرين تفصيلاً هذه التطورات الإقليمية المقلقة وتصورات التعامل معها في إطار اتفاقنا معاً على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لمنطقة وشعوبها ضد مختلف المهددات وعدم ترك مسائرها لإرادة دعاة الحروب في إطار أولوية الأمن العربي المشترك الذي نعتبره كل لا يتجزأ وقد اتفقنا على ضرورة التكسيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي والعمل على نفع الأطراف إلى انتهاج العقلانية والحلول الدبلوماسية والتخلي عن الحلول العسكرية وتصورات الغلبة والنفوذ والهيمنة والسماح للجهود المخلصة الهادفة للسلام بالنجاح وفتح مصار بديل لشعوب ودول المنطقة يحمل أملاً ومستقبل توحد فيه الشعوب ودول المنطقة جهودها من أجل الرخاء والتنمية أخي صاحب الجلالة مرة أخرى أجد الترحيبي بكم وأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا بما يحقق مصالح شعبين الشقيقين وامتنا العربية متمنياً لكم ولمملكة البحرين الشقيقة كل الخير والازدهار شكراً لكم بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الأخ العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنه لمن دواعي المحبة والتقدير أن نقوم بهذه الزيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة التي تشعرنا على الدوام وبما نشهده من حفاوة وترحاب بأننا بين أهلنا وعزوتنا فمصر العروب الحاضرة في الذاكرة والوجدان بأنها مهد الأمن والأمان وموطن الخير والاستغرار والتي تفردت بالذكر الصريح في محكم التنزيل ستظل وكما عرفناها خير السند ونعم العون للجميع ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نعرض عن ارتياحنا الكبير بما تناولت جلسة المباحثات المشتركة التي جمعتنا بأخي الكريم وخامة الرئيس حيث تمت مناغشة عدد من القضايا ذات الأولوية والأهمية لتعزيز العمل العربي المشترك وخصوصا ما تعلق بضرورة تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في قزة وتوصيل المساعدات الإنسانية والحاجة إلى مسار سياسي نحو سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين كعضو كامل للعضوية في الأمم المتحدة لينال الشعب الفلسطيني الشغيق حقوقه المشروعة كما تم بحث جدوى الأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين التي سوف تستضيفها مملكة البحرين في شهر مايو المقبل وضرورة التوصل وبصورة عاجلة إلى سياسة واضحة لوقف التصعيد لمنطقة الشرق الأوسط وضمان السلام والأمن والاستغرار الإقليمي وأننا على ثقة كامة بأن نتائج مباحثاتنا المثمرة بما تميزت به من عزم صادق لدعم الجهود الجماعية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ستجد طريقها بإذن الله تعالى نحو التنفيذ الذي آن أوان كي تنال أجيالنا القادمة حقها من العيش الكريم والحياة الآمنة ولا يسعنا هنا إلا أن نجدد دعم مملكة البحرين لجهود مصر الشقيقة ومواقفها الثابتة ودورها التاريخية المستمر من أجل نشر السلام ودعم الاستغرار الإقليمي والعالمي وهو أمر ليس بغريب ولا بمستغرب على مصر العزيزة التي سجل تاريخها القديم أول معاهدة سلام مكتوبة عرفها العالم بين القائد رمسيس الثاني والمملكة الحثية في العام 1258 قبل الميلاد وتضمنت بنوداً قانونية وعسكرية لسلام دائم بين المملكتين ومسجلة اليوم في هيئة الأمم وفي الختام نكرر شكرنا وتغديرنا لكرم الضيافة وطيب الوفادة واعتزازنا بفرصة هذا اللقاء الأخوي المهم بنتائجها الطيبة التي سيكون لها أعظم الأثر على مسيرة العمل العربي وعلاقاتنا الأخوية الوطيدة وتنمية مصالحنا المشتركة لخير ورفعة شعبين الشقيقين وأنها لمسيرة مباركة نحرص على رعايتها ودعمها يداً بيد مع القيادة المصرية الشقيقة وحكومتها الرشيدة وشعبها الشقيق وكفة مؤسساتها العريقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة